الحديث أكثر مشاهدين حول ملابسات قتل البلوغر المعروفة بأنفهد في بغداد ينضم معنا رئيس مجموعة المورد للدراسات الستراتيجية سيد نجم القصاب سيد نجم أهلا بك معنا في نشرتنا جريمة قتل جديدة لشخصية معروفة أو ما تسمى بأنفهد هذه المرة أنفهد كانت الضحية سيد نجم السؤالي هو برأيك ما هي الأسباب التي تقف خلف اغتيال شخصية مثل أنفهد بدلا تحية طيبة لك ولكل متابعيكم الكرام أهلا بك يعني أولا عملية الاغتيالات التي حدثت وتحدث في العراق سواء في العاصمة أو المحافظات هي ليس جديدة أسوة بكل دول العالم تحدث مشاجرات تتحول إلى قتل أو إلى اغتيالات لكن ما حدث يعني مساء أميس اغتيال البلوغر أنفهد بالتأكيد هذا من يحدده تشكيل اللجان يعني وزارة الداخلية التي إلى هذه اللحظة شكلت اللجان بالوصول والحصول على معلومات من هي الجهة أو من هو الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو كيف استخدم الدراجة وكيف سحب السلاح وقتل وأصاب من كان معها وهذا سننتظر وأنا حقيقة متفائل كثيرا بأن سيتم الوصول إلى من قام بهذه الجريمة خصوصا وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد يميش شمبري قد تمنى هذه القضية وقد انكشفت كثير من هذه القضايا التي يتم اغتيالها لكن أنا أستغرب هناك من استغل وأستثمر هذه القضايا لتشهير وتسقيط وزارة الداخلية ووزيرها السيد عبد يميش شمري بأنه تقصير بأن هذه الحملة لربما لغايات منها سياسية ومنها ابتزازية ومنها تشويه سمعة المؤسسات الأمنية التي دائما كلنا وما زلنا ندافع عنها على الوزارة الداخلية ودفاع جهاز الأمن الوطني المخابرات وخصوصا مجلس القضاء الأعلى لكن ما يحصل الآن من هجمات مبرمجة مرة كيف فواجهها سيد نجم عذرني على المقاطعة يعني كما يقال لا يوجد دخان من دون نار سيد نجم أنفهد جاء اسمها في السابق خلال عملية التحقيقات بشبكة ابتزاز وسمسرة داخل المؤسسة العسكرية وأيضا أحيل بسبب هذه القضية بعض الضباط إلى الإمرأة هل من الممكن اليوم أن تقف شخصيات كبيرة خلف هذه العملية والله حقيقة أنا بدون مجاملة أن أستبعد يعني شخصيات سياسية أو أمنية أو عسكرية تقف وراء هذه الاغتيالات لأن أولا الكل يعلم وهم يدركون ويعلمون أكثر مني ومنك بأن بغداد فيها كاميرات ويتم متابعة أجاني أو المعتدي أو القاتل إلى أين يذهب يعني بالتالي وصول وحصول وكشف من الذي قام بهذه العملية ليس صعبا أو معجزا وتم كشف كثير من الشخصيات قامت باختيال هل إن معقول شخصية أمنية قيادية ضابط أو غير ضابط أو سياسية يجازف بهذه الجريمة أنا شخصيا وبدون مجاملة وبدون تخوف أنا أستبعد ذلك لكن لربما خلافات شخصية مرعائلية أو اجتماعية أو لربما هناك شخصية يعني متنفذة من قام بهذه العملية لديه علاقات أو لديه هناك من يكون دافعا ومدفوعا تعلم كل جرائم التي حدثت وتحدث لابد فيها من الذي دفعه وما الذي شجعه وما الذي نفده الذي نفده الكل قد شاهده يعني شاهد كيف نزل من الدراجة كيف قام بعملية لكن أنا شخصيا بأن هناك أطراف أو شخصيات كبار وراء هذا الاغتيال أنا أستبعد لأن حقيقة الله يرحمها أمن فهد ليس لها تأثير بالمجتمع طيب أعذرني عن المقاطع طيب أستاذ ناجم يعني أم فهد في السابق هددت مرارا وتكرارا فرض رقوبات لكن ليس مع الاغتيالات نعم هددت هي في السابق أم فهد مرارا وتكرارا بنشر فضائح مصورة تدين بعض الشخصيات في المؤسسة العسكرية بعض الشخصيات السياسية وما فعله القاتل لحظة الاغتيال ذهب مباشرة لأخذ هاتف أم فهد يعني أليس هذا الدليل بأنه هو ذاهب اللي يفعل ما يطلب منه يعني أولا إلى هذه اللحظة وقبل ما أكون في الستوديو اتصلت إلى هذه اللحظة لم يتم القاء القبض على الجاني أو على القاتل على واحد ثانيا ليس هناك إثبات بأنه قد حصل أو أخذ الموبايل سيد الفاضل إذا شخصية مثل ما يعتقد البعض عسكرية أو قيادية أو سياسية أو متنفدة يحاول الحصول على الموبايل ليست مشكلة في أي مكان أم فهد تتواجد يأتي إليها شخص أو شخص أو شخص أو شخصين أو ثلاث يأخذون منها الموبايل بالقوة وهذا ليس فيه يعني حقيقة محاسبة أو معاقبة مثل الاغتيال يعني نحن نعيش بين الناس والكل يعلم ويعرفون نجم القصاب يتجول يعني أنا شخصيا أتجول يوميا في مناطق شعبية أتريق أتغدى أتعشى وهذا معروف عني أنا أتجول مو صعب واحد يقدر يحصل على موبايل قصوصا من أم فهد أم فهد ما عادة حمايات وعدها مثل مدقوسيات مصفحة حتى صعب الوصول إليها أو عايشة بمنطقة معزولة عن الناس أنا أعتقد ما تم ترويجه هو تشويه الحقائق وتشويه ما عملت الوزارة الداخلية طيلة السنة الماضية من محاسبات ومعاقبات وجعل هناك أمنا استطباب ولربما هناك جهة سياسية تحاول استهداف الحكومة بعد أن قامت وقامت السيد السوداني بالذهاب إلى الولايات المتحدة وتوقيع أقود والتفاقيات وبعد رجيع الرئيس التركي السيد أردوغان إلى بغداد وتوقيع التفاقيات لربما هناك تحاول بعض الجهات حقيقة تقليل ما تم تحقيقه خلال الفترات الماضية من قبل الحكومة وزارة الإسكان ووزارة الداخلية الدفاع بالتالي ينبغي علينا أن لا يكون تسقيطا أو تشيرا كشعب أمام الشعوب وأمام الدول الأخرى يعني بالتأكيد سيد نجم كل الاحترام للمؤسسة العسكرية المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية بالتأكيد تصرفات البعض لا تمت بصلة لجميع المؤسسة العسكرية لكن سؤالي هو على ماذا يدل قرب هؤلاء الفاشنستات أو ما يسموهم بالبلوغرات قربهم على المسؤولين أو قربهم على كبار الضباط على ماذا يدل؟ يدل أولا العقدة وحرمان في الطفولة والكبد والعدوان عند بعض السياسين والضباط أنا مثل ما مدحت قبل قليل الآن أنتقد كثير من هؤلاء الذين كانوا يعيشون بين الكبد والحرمان والعدوان تحول إلى التقرب ما سميتها أنا لحد الآن لا أعرف ألفظها يعني هذه الألفاظ إذن بعض السوقيات وبعض الساقطات والتافهات اللواتي شوها سمعت العراقيات أمام العالم وأمام الشعوب من الذي لا يعرف ولا يدرك ولا يسمع بأن المرأة العراقية تعتبر من أفضل النساء في الوطن العربي إن لم تكن في العالم في الوفاء والشرف والعفة والنظافة كلنا نتذكر حينما تكون قضية صعبة كلنا نتذكر ونقول قابل خطبة مرأة هذه المرأة العراقية كانت وما زالت لكن ما حصل في الأون الأخيرة من بعض الساقطات وعديمة اللواتي ليس لديهم أخلاق ولا تربية مع الأسف شوها سمعت بعض العراقيات والعراقين أنا أقول بعض السياسين وبعض الضباط هؤلاء الذين بدأوا وكانوا وما زالوا يتقربون من هؤلاء الساقطات مع الأسف ينبغي أن تكون محاسبة ومراقبة ومتابعة من الجهات الأمنية كجهاز الأمن الوطني والمخابرات والاستخبات العسكرية حتى يتم حاسبتهم لأن صعب جدا قائدا أو ضابطا أو سياسيا يتقرب إلى هذه أو تلك وخصوصا ما نراه وما نسمعه في الإعلام وفي التواصل الاجتماعي نعم نحن في قناة دجلة مشاهدين الكرام نكفل حق الرد للجميع جميع من ذكر اسمها نشكرك جزيلا شكرا الأستاذ نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات الستراتيجية على كل هذه التفاصيل والإضاحات